في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الممتلكات العمومية وردت إلينا معلومات مفادها نية إقدام مجموعة إجرامية على تنفيذ عملية سرقة كواب الخط نقل الطاقة الكهربائية الاستراتيجي ذات التوتر العالي 400 ألف فولت الذي يزود الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للوطن بهذه الطاقة الحيوية على إثر ذلك تم وضع خطة ميدانية لإحباط العمل الإجرامي لهذه الشبكة حيث تم إبطال العمل مجرم في ظرف قياسي والتوقيف شخصين من هذه العسابة مع حجز سيارة نفعية استحذرت لتنفيذ العملية ومع حجز كمية تقدر بـ 1.48 طن من الكوابل بالإضافة إلى معدات المستعملة في تنفيذ السرقة سيقدم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة